أثار البيان الذي ألقاه رئيس مجلس محافظة الأنبار أحمد حميد شرقي موجة من السخرية الكبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كمية الأخطاء اللغوية والنحوية التي وردت في هذا البيان رواد مواقع التواصل تسأل هل من المعقول أن يكون المستوى العلمي لمن يمثل محافظة بحجم الأنبار بهذا السوء؟ فلنشاهد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في العرض قالوا إنما نحن مصلحون إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم ونحن في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والذي تتعالى فيه نفحات الخشوع والإيمان والصدق مع الله إلا أن ذلك لم يكن حاضراً فيما شاهدنا من أحد نواب محافظة صلاح الدين العزيزة المدعو أحمد عبد الله أبو مازن وهو يتكلم بأمور البلاد والمحافظة وقد أخص بالقول أنه غير راضي عن أداء رئيس مجلس النواب وكذلك النية الواضحة للعمل على تغيير حكومة الأنبار وبهذا الصدد أستذكرنا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويعتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينتق فيها الرويبظة قيل وما الرويبظة قال الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العام غيس مجلس محافظة الأنبار برر الأخطاء التي حصلت عند قراءة البيان الذي أثار موجة من السخري على مواقع التواصل الاجتماعي وقال إنه لا يملك فصاحة الخطابة لكنه يملك تاريخاً مشرفاً في قتال الإرهاب ليتساءل كذلك الناشطون عن علاقة هذا بذلك فنشاهد إخوان أنا ما عندي فصاحة خطاب ولكن عندي شغلة أني مقاتل قاتلت الإرهاب منذ بداية في 2004 ويشهد به أدوي قبل صديقي وليتعد على محافظتي وأبناء محافظتي أكثر إيدا ترجمة نانسي قنقر